السؤال دا جالنا من خلال رسالة صوتين زي حركة دكتور معلش أنا كان عندي سؤال أنا بنتي عندها سبع سنين وضعيفة شوية شكلها كده يعني رفيعها دايماً أقل من صحابها في المدرسة فاتفاجئت إن سنانها كمان بتبدلها بالعافية يعني بدلت السنتين اللي تحت بالعافية واللي فوق ليس ما تبدلوش لحد دلوقتي فهل دا طبيعي ولا هي محتاجة كالسيام أو فيتامين معينة أنا ما بديهاش أي حاجة بالمناسبة طيب زي ما سمعنا كده السؤال من الأم يعني اللي بعتته لنا وعايز أقول في البداية إنه يعني أنا لفت نظري لحقيقة طريقة السؤال يعني هي الأم بتقول هي رفيعها قوي عندها سبع سنين بنتها ربنا يخلي يا رب مقارنة بالله حواليها مهو مبدئياً كده بدء زي بدء إحنا هنمشي كده حتة حتة في السؤال ما تقرنيش ولادك بأي حد إحنا اتفقنا وقلنا إنه حتى التوائم اللي شبه بعض ما بيتقارنوش ببعض فمن باب أولى بقى منقارنش بنتنا أو ابننا بزملائها في المدرسة أو بقريبها أو بجيرانكو أو ما إلى ذلك طبيعة الجسم بتختلف خاصة في مراحل ما قبل البلوغ يعني كل دا مش مؤشر على حاجة لسه يا البنت عندها سبع سنين فمبدئياً كده لا تقارني بنتك البنية الجسمانية بتاعتها لا تقارنيها ولا تقارني هدوءها أو كلامها يعني هواياتها أو اللي بتهتمي بيه أو اللي بتحبه بنتك كيان منفصل كيان كده منفصل له خصوصيته ولوه تفرده دي أول حاجة تاني حاجة برضو لفتت نظري في السؤال قوي حكاية إن أنا اتفاجئت إنها بتبدل بالصعوب يعني أنت ما تفاجئتيش والعاجة هو الأطفال بتبدأ تبديل الأسنان من بعد عمر ست سنين والحقيقة بقى إن إجابة سؤالك عكس الجزء الأخير يعني أنت بتقولي هل هي كده محتاجة كالسيوم أو محتاجة فيتامين ده بالعكس ده تأخر تبديل الأسنان دلالة على قوة الأسنان الأولى اللي احنا بنسميها الأسنان اللبانية وهي يعني المسمى ده خلاص ما بقاش يستخدم فنسميه الأسنان الأولى كل ما الأسنان الأولى دي كل ما كانت قوية ها هتتبدل بصعوبة لأنها قوية يعني فيها كالسيوم كويس وفيها يعني قوة في العظم سواء في ميناء السنة أو في تكوينها الداخلي فده دلالة على أنها مش محتاجها وده بينفي أن بنتك عندها مشكلة لقدر الله لأنه هي لو عندها مشاكل كده انعكس على حالة التسنين عندها أو حالة الأسنان أو على قوة الأسنان تلاقي أن الأطفال اللي بيسننوا مش معنى كده أن اللي بيسننوا يعني اللي بيبدلوا الأسنان بسرعة يبقى دول حالتهم وحشة لا أنا قصدي أنه قوة السنة نفسها في أطفال بيبقى اهتمينة قوي بمحتوى الكالسيوم في غذائهم في السنوات الأولى من عمرهم فطبيعة جسمهم هنا استخلصت كالسيوم كويس من سواء المواد الغذائية أو من أشعة الشمس لما اتعرض لها الطفل فتحول فيتامين دال من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة وفيتامين دال بيساعد على نصص الكالسيوم فده دلالة على أن بنتك كويس ولكن لمزيد من الاطمئنان بنحب دايما أنه يبقى عندنا حاجة اسمها بروفايل بروفايل أو ميديكال بروفايل يعني عندنا معلومات عن ابننا أو بنتنا بنعمل تحاليل هنعمل تحليل صورة دم عشان نشوف كده برضو نتطمن عليها عشان أنت بتقولي جسمها ضعيف أو كده وده وجهات نظر بس احنا نتطمن بالتحليل تحليل صورة دم كاملة هنعمل تحليل الحديد مستوى الحديد في الدم هنعمل كمان مستوى الكالسيوم سواء بنسميه السيرام كالسيوم اللي هو الكالسيوم في السيرام أو الكالسيوم الآيوني اللي هو آيونيز كالسيوم وهنعمل فيتامين دال فيما عدا هذا من خلال السؤال بنتك زي الفل مفهاش حاجة